كدى رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج دريسة ليزميليون بباريس على الدور متعدد الأوجه الذي تطلع به الجاليات المغربية بالخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة وديناميات الحالية لرفع من هذه المساهمة على ضوء توجيهات السامية المتضمنة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2022 وأشار السيدة ليزمي خلال مدخلته في ندوة نظمتها بلدية باريس حول موضوع الجاليات دبلوماسية المدينة التحديات والفرص بمسرح المدينة إلى الإطار الدستوري الذي تندرج فيه هذه السياسات خاصة الفصل السادس عشر الذي يشجع مساهمة المغاربة عبر العالم على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها وفقا لما ذكره بلاغ لمجلس الجالية المغربية بالخارج